صباح الخير من جديد وأهلا بكل من نضملنا إلى أولى محطاتنا المنوعة واللي رح نتحدث فيها عن القطاع الثقافي القطاع اللي نفتخر فيه واللي بمثل هويتنا ورسالتنا الفلسطينية يوم رح نتحدث عن الأعمال الكاملة لكل من حسن البحيري ووليد أبوكر طبعا الأعمال الكاملة تم إطلاقها ومتابعتها من قبل الاتحاد العام للكتاب والأدباء نعم وأن تولى هذه القضية هذا الاهتمام هو أمر في بالغ الأهمية لما للشعر وقولة الحق والمقال والنقد والثقافة والوعي من مفردات كثيرة في هذا الزمن هذا الزمن الفلسطيني بابتياز توسع في الذاكرة وتجدد الأمل بالمستقبل القادم نجدد الترحيب ونرحب مرة أخرى بضيفنا في الستوديو الأستاذ مراد السوداني الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين أهلا بكم أستاذ مراد السوداني وصباح الخير صباح فلسطين صباح الشهداء صباح الأسرى الأعلى والأغلى وهم ما تبقى من ريحانة القول والفعل في هذه البلاد وصباح القدس العاصمة أهلا بكم معنا أستاذ مراد نتحدث عن اسمين كبار حسن البحيري وليد أبو بكر من أولا نبدأ الحديث بالأعمال الكاملة للبحيري أو لأبو بكر يعني دعينا نتحدث عن هذه الحمولة الثقيلة لاسمين وازنين عاليين في سياق الثقافة الفلسطينية والعربية الكاتب والناقد والمترجم العام وليد أبو بكر وتجمى أعماله الروائية لأول مرة فلسطينيا وعربيا في هذا الكتاب الذي صدر بدعم مشكور من وزارة الثقافة الفلسطينية لكي نقول أن هذه الحمولة لواحد من المؤسسين في الثقافة الفلسطينية والعربية وهذا الاسم الذي طاف وحاسى في غير مغترب ومساحة وفضاء عربي معرفا بهذه الفلسطين صعدا نحو الوعي الكوني الذي قدم له ما يزيد عن عشرين كتابا مترجما تعريفا بهذه الإبداعات وبهذه الثقافة إضافة إلى نظريته النقدية في المزاج والفكرة الأصيلة والتثاقف قدم نظرية جديدة هذا الوليد أبو بكر الذي استطعنا أن نقول باقتدار أنه واحد من ركائز الفعل الثقافي العربي والفلسطيني بامتياز ونفاخر به لأن الكثير من جيل التسعينيات وما بعده خرج من بين أصابع وليد أبو بكر الذي أصدر للأجال الجديدة والمواهب الشابة الكثير من الإبداعات وتابع الكثير من المواهب نقدا ومتابعة دون مواربة ودون مداهنة ودون تلطن طيب الشاعر المرادة السوداني هذا الوفاء وهذا الانتماء وهذا الالتزام لحسن البحير حاضرا وغائبا عندما كرم عام تسعين بوسام القدس على نتاجه الأدبي والثقافي الواعي المتقدم وأيضا بعد غيابه الآن هناك هذا الاطباع وهذه الأعمال الكاملة له كيف يكون الحفاظ على هذا الإرث الكبير لهذه القامات العالية ممن غابت ومن بقيت حاضرة بيننا وبين ظهرانينا لم تتح للأسف الفرصة أن ألتقي بحسن البحيري ولكن في زيارات المتكررة للشام تردد هذا الاسم كثيرا فقمت بجمع العديد من دواوينه التي تزيد على 15 ديوانا ووجدت الآن تطلق بدعم من وزارة الإعلام مشكورة في ثلاثة مجلدات بطبعة أنيقة ليجمع كل إرث حسن البحيري الذي تعرض إلى ظلم كبير هذا الفقير المشرد الذي التحف القش والخيش في طفولته وناله الحرمان والظلم الكبير بالإضافة إلى السجن وهو ابن 15 عاما في إضراب 36 ليخرج إلى فضاء دمشق وطنا ثانيا بعد هذا الاقتلاع وهذا الهجاج ويترك المدرسة يتكن ثلاث لغات بالإضافة لأن يكون أحد فقهاء اللغة العربية في مجمع دمشق ويقدم كل هذا الإرث والتفت إليه مبكرا شاعرنا الباقي هارون هاشم رشيد وقال بأنه رأس قائمة شعراء الجيل بمعنى أنه وأطلق عليه صناجة فلسطين وأنا أؤكد على هذا القول بأنني عندما رجعت إلى الأوراق القديمة من بداية العصر في الشعرية الفلسطينية لم أجد شاعرا ومثقفا أحب فلسطين بهذا الفيض الهتاف من الحب الذي منحه البحيري لحيفا وكرم لها الشهم وحتى أنه قال أن الذين قالوا عن جنان الدنيا أنها أربع أخطأوا وقصد بذلك غوطة دمشق وصغد سمرقند وشعب بوان وأبلة البصرة قالوا أنهم أتيح لهم أن يشاهدوا وادي النسناس والكرمل وكل تفاصيل حيفا بهذا الإيقاع السماوي وهذا الإيحاء والوحي الذي يصعد إلى سدرة البهاء لأدركوا أن فمت جنانا على هذه الأرض تفوق هذه الجنان لذلك تحدث عن أطيار حيفا وعن طيوبها وعن أزاهيرها وعن أزقتها وعن حجارتها وعن بحرها وعن هوائها المسلاس وعن كل هذا الوعي النقي لفلسطين لذلك توغل في ترابها وقال بأن تراب فلسطين ليس ثاني أكسيد الكالسيوم وأملاح المنجنيز والحديد هذا التراب هو تراب نبوي وهذا يذكرني برسول حمزة توف في كتابه الأثير والعالي عندما تحدث في كتابه داغستان بلدي قال بأن طلبت حفنة تراب من داغستان لتخرج خارج داغستان فأسند الأمر إلى فتية من مشايخ داغستان هل يحق ويجوز أن ينقل تراب الوطن إلى خارجه فأفتو أما لأحفاد شامل فتمنح حفنة تراب أما لغيره فلا ونقول هنا في هذه الفلسطين تراب هذه الفلسطين هو إكسير مقدس لا ينقل ولا يهدى إلا لمن هو جدير به لمن تعمد بالفعل النبوي والفعل المقاتل لمن اندغم بهذه الفلسطين بكل تفاصيلها بكل حيثياتها سيدة مراد بديعود قليلا لوليد أبو باكر وحضرتك تفضلت وذكرت نقطة هامة عن متابعته للأجيال الشابة بمواهبها هذه النقطة يمكننا نفتقدها بأيامنا الحالية المتابعة والدعم لكل هذه المواهب الشابة هذا مهم أن نرجع نحيي هذه الثقافة التي كانت موجودة عند أدبائنا وكتابنا قديما وأيضا علينا أن نحيي سياق الوفاء لمن فعل ذلك وأنا كاتحاد عام للكتاب والأدباء ومعي جمهرة الأمانة العامة وكلهم جنود في هذا الفعل نحن ننوب عن جيل التسعينيات وما بعد لنقول شكرا عاليا للأستاذ الكبير وليد أبو بكر الذي قدم قلع طاياه الإبداعية والثقافية والنقدية لجيلنا وتخرج من بين يديه الكثير من الأسماء الوازنة في الأجيال الجديدة التي استطاعت أن تحقق هذا الحضور لأن هذا الوفاء واجب لكل ما قدم حتى نستطيع أن نتقدم بهذه الراية براية الثقافة على أحد الثقافة والمواجهة والمنازلة لهذا النقيض علينا أن نضع مداميك الوعي الفلسطيني والثقافة الفلسطينية المؤسسة والموحدة والموحدة حتى نستطيع أن نعتلي هذه القولات العالية وهذه القناطر المواجهة للتأسيس إلى ثقافة مقاومة عالية قادر على مواجهة رواية وحكاية النقيض الملغومة وليد أبو بكر لمن يعرفه وقد تشرفت أن أكون معه في غير فضاء ومهرجان وندوى ولقاء في اتحاد الكتاب العرب واتحاد كتاب إفريقيا وأسيا أمريكا اللاتينية وشاهدت هذا الاحترام العربي والعالمي لهذا الرجل عندما أقول رسول حمزة توف أقول أن وليد أبو بكر زامل هذا الرجل عندما أقول ماركيز أقول وليد أبو بكر كان معه في إحدى المهرجانات هذا الاسم ولكن زمار الحي لا يطرب وعزاء الوحيد أنا في هذا السياق فيما يتعلق بأستاذ وليد أبو بكر أن السيد الرئيس التفت إليه بتكريم وسام الاستحقاق والتميز مبكرا وهذا هو التكريم الوحيد الذي ناله من فلسطين على الرغم أن التكريم ناله من عديد وشاعر مراد السوداني هذا التكريم إنما هو تكريم لكل هذه الكوكبة الطلعية هذا الجيل المؤسس هذا الجيل المؤسس ما الكتاب والأدباء والشعراء وأنت منهم أيضا لك التحية وتقدير الشاعر والأستاذ مراد السوداني الأمين العام للإتحاد العام جملة أخيرة للسادة الأسراء نبرك لهم أن الاتحاد العام يعني يحث الخطى باتجاه إطلاق مجلة الأسراء فهذه دعوة لأسرانا وكتابنا الذين يعاندون الظلمة والزنازين الانفراد والعزل نقول لهم صوتكم سيكون مسموعا ومظهرا في مجلة الأسراء فاكتبوا ودونوا هذه المظلمة في مواجهة النقيد والجلاد الاحتلال هذه الأفتة فعلا نقدرها ونحن بالتأكيد نتابع مع حضرتكم مصدار هذه المجلة شكرا على وجودك معنا وعلى وقتك في ساتف البحر شكرا برك الله بي